إقبام كبير من المزارعين والبعاء والمشترين في سوق الخضار المركزي بمدينة سيئون بعد تدني أسعار الخضروات والفواكه المحلية كالطماطم والكوسة والبطاطس والبرتقال المحلي والبصل وصار الطماطم اليوم يعني عسبوع من 2005 من 5000 إلى 2005 أسعار البطاط من 20 إلى 16000 والحمد لله تمام الأمور على ما يرام والطماطق اليوم محليا ما نجيش بشي من الشمال كلها محليا هنا من الحفر موت والله الرخص يا خير الانتاج واجد الانتاج مليال يعني كما تقول الانتاج ما هو كما كل سنة الانتاج هذه السنة أزود يعني اللي زرع 50 غرصة ذه السنة غرص 2000 غرصة يعني فيه تقدم في الزراعة والحمد لله تذني أسعار الخضروات والفواكه جعل من المستهلكين يقبلون على شرائها بشكل أكثر خصوصا مع ارتفاعها في أشهر سابقة لأضعاف أسعارها بسبب قلة المحصول وزراعة منتجات أخرى إلا أن هذا السوق الآن يحظى بقبول كبير من مختلف الأصناف والمنتجات والأسعار الآن سعار كلها مخفضة كلها سعار مناسبة لأن السباب الآن مواسم كلها محلية كلها محلية الآن بطاطس محلية طماطم محلية خوص الخيار كلها محلية الآن اعتدال الطقس وبرورته أدت لزيادة إنتاج المحصول ووفرة المعروض فضلا عن إنتاج المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من منظمات محلية ومانحة للمزارعين أعطت دفعة أمل جديدة للمواطنين في شراء الخضروات والفواكه بسعر مناسب حتى يضيفها في غذائه بعد أن حرم من غلاء منتجات أخرى في ذلك كثرة كان الكبال صحب واجد يعني لو جنا نحسب من سوى السعر كان مناسب يعني سبعة ألف ثمانية ألف سعر مناسب للزبون ومناسب للمواطن لكن في الحين الكبال ضعيف بسبب الغلاء فبدل ما كان الزبون يشل صاحب الصناديق صاحب التسعال في شل عشر صناديق شل الخمسة اليوم بسبب الغلاء انتشار الباعة المتجولين لبيع الفواكه والخضروات المحلية في الشوارع والأزقة والطرقات دليل على وفرة الإنتاج الزراعي المحلي وانخفاض أسعاره في ظل تنامي الكميات الواردة إلى السوق المركزي والذي من المتوقع أن تستقر هذه الأسعار عند مستويات منخفضة حتى شهر رمضان الفضيل وهو ما يعطي المواطن ريحية في اقتناء تلك المنتجات المحلية بأسعار مخفضة وتوفير مصارفه المالية في أساسيات أخرى اشتركوا في القناة